من خالد شاكر مع حفظ الألقاب اتربى على حب النادي الأهلي من الأستاذ مصطفى طاهر شاكر ومن الفنانة الكبيرة القديرة رحمة الله عليها فاطمة شاكر الشهيرة بشدية الفنانة الأهلوية الكبيرة العظيمة يمكن أول مرة ظهور للفنانة شدية في حفل جماهيري كان كان في النادي كانت تعاقتت مع الفنانة شدية طبعا عمت حضرتك بالزبط حريكة ويعني حضرتك عشت معها وفي بيتها هو دلنت ولدت في بيتها ويعني الحمد لله يعني سنة 72 الفنانة العظيمة شدية بتجده في النادي الأهلي وانا كنت موجود حضرتك في النادي الأهلي وأعتقد المتش ده كان اللي قدمها الفنانة العظيمة حضرتك كنت في الكواليس آه كنت في الكواليس آه حريك وكان سنة 72 72 كان حضرتك عندك 12 سنة آه بالزبط في الوقت وكان وكان اللي قدم الفنانة شادي يمين بقى كان هاني مصطفى كابتن هاني مصطفى ربنا شيء وعشي طبعا ظهير أفريقيا والكابتن العظيم وكان مدير الرياضة في جامعة الدول العربية واحد من الأهلوية الكبار وكان كابتن منتخب أفريقيا في فترة كبيرة من الفترات ومدرب طبعا منتخب مصر اللي لعب في كاس العالم للشباب هو الجيل الكبير اللي سنة 81 كان فيه يعني أسماء كبيرة يعني منهم طبعا طاهرة بوزيد ومحمد حشيش وأسماء كبيرة جدا الحقيقة ودعم فريق الإسماعيلي حريك في بطولة بطولة أفريقيا وأستيلي حضرتك مين تاني بقى؟ كان كابتن فاروق جعفر كابتن فاروق جعفر كان بيقدم حفلة في النادي الأهلي آه كان هم الاتنين اللي قدموها على المسرح كابتن فاروق جعفر موجود كنجم زمالكاوي بيقدم بيقدم كانت أعتقد دي حفلة مش فاكرة شام النسيم ولا كانت شاب نسيم أعتقد والكابتن فاروق جعفر كان موجود في النادي الأهلي يعني إيه الجمال ده؟ آه 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 طيب طيب سنة 1980 بس يعني قبل برضو ما نسمع دي يعني قبل ما ندخل الصوت لزمنا المخرج عمارة كابتن فاروق جعفر أنت يوميا زعلت منه شوية زعلت منه ليه بقى؟ كان كنت شايل أنا طبعا ببقى شايل ما بقى شايل لها الترموس بتاعها آه في المياه بتاعتها فهو قاعد بقى يتريق من بعيد ورح كابتن هاني آه يعني لحد خف الدمه بقى والأفشات بتاعت الكابتن فاروق جعفر والناس بتاعت زمال طبعا لكن بقيته حبايب بعد كده لا يعني هو يعني أنا يعني ما عملتش معي يعني خدت موقف منه آه وكابتن هاني هو طبطب علي بقى وخد بعيده بتاعه ويعني برضو ما فيش فايدة المشاكسات طب سنة 84 بقى بالرداء الأحمر فنانة العظيمة شادية في النادي الأهلي برضو آآ واحدة من الفنانات الأهلوية الكبار اللي حضرتك زي ما قلت آآ ربتك على حب النادي الأهلي وقائم نهو الكهل عندي دا كل عندي سواء من تجاه مصر حو تجاه الآلهية مع هو من الدربية لأني تربيتها هو فيه اعظم من أغنية يا حقوبت يا مصر اللي غنتها الفنانة العظيمة شادية تصور حضرتك العظم بقى آآ اللي فيها الفن المصري بقى واللي فيها الفنانة الكبيرة رحمة الله عليها الحجة شادية الحجة شادية اللي غنت آخر أغانيها خد بإيدي ومدهت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وغنت لمصر وعلمت خالد شاكر ابن اختها حب الأهلي لأنها كانت منتمية ومحبة للنادي الأهلي وزرعت فيك القيم والمبادئ اللي أنت علمتها لربطة المشجيع النادي الأهلي والعمر فاروق اللي كان بيتكلم من شوية واللي حضرتك عايز توصل بقى هذه الرسالة لأجيال أخرى جاية في الإطار اللي احنا فيه فنقول إيه بقى للمستقبل نعمل إيه علشان نوصل المبادئ والقيم اللي هي جاية من والد حضرتك من العمة حضرتك يعني رحمة الله عليها وعايزين نقول إنها في آخر أيامها كمان يمكن سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة حرمو تقديرا لها ولمكانتها المجتمعية رغم أنها اعتزلت فترة طويلة لكن يعني قيمة كانت في المجتمع وشايف تأثر حضرتك يعني بهذه الزكرة يعني وخصها الزيارة وهو والسيدة حرمو واهتم جدا حتى كنت موجود في هذه الزيارة طبعا الحمد لله يعني ويعني وأصدر قرار بمعالجتها في مستشفيات القوات المسلحة يعني كان مهتم جدا بيها يعني ولمما جاء حضرتك يعني قلت لي حضرتك أنه يعني حرص على أنه يشوف حالتها وتشرف بيها وبتاعه وتقريبا يعني يعني كان في الوقت ده هوت كانت في آخر الوقت يعني الحمد لله على كل شيء الحمد لله رحمة الله عليها المبادئ بقوا القيم اللي ورستها من محبة وعاشقة النادي الأهلي الحجة شادي على الحمى أو الحجة فاطمة شاكر ورحمة الله عليه الأستاذ مصطفى شاكر وناس كتير زي الحجة عواطف وزي ناس كتير وزي عم حسين الله يرحمه وزي ناس كتير كابتن حلمة أسماق كبيرة جدا كابتن أحمد مكاو أسماق كبيرة الحقيقة كنا يعني وإحنا صغرين برضو بنشوفهم في المدرجات بدون القدوة والمسهل